هابدأ حلقة النهاردة مع حضراتكم بأخبار نادي الأهلي البيعثة طبعاً رجعت النهاردة بالسلامة من تونس بعد رحلة استمرت يمكن لمدة 3 ساعة ونص البيعثة اللي كان بيترقصها طبعاً محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ومستر كولر قرر أنه النهاردة وبكرة إن شاء الله يكونوا راح وبأكد مرة تانية أنا متفق تماماً مع الكلام اللي قاله مستر مارسل كولر موديل فني والكلام اللي أكد عليه كابتن سيد عبد الحفيز إنه المواجهة لم تنتهي بعد يا جماعة في مباراة 90 دقيقة غلطة صغيرة كانت من لاعب أو كانت من حرس مرمى أو كانت من حتى طقم التحكيم أو كانت من الفار ممكن تغير سيناريو الماتش تماماً واعتقد إنه ماتش الترجي هنا هيكون صعب بالتأكيد ما عندوش حاجة يخسرها بالتأكيد جاي دفعاً كبرياءه بالتأكيد لازم تعمل حساب للترجي حتى لو كنت كذبانه على ملعبه بنتيجة 3-0 راحة يومين ومن بعدها يبدأ إن شاء الله الاستعداد لمباراة العودة اللي هتقام يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في القاهرة طيب خليني أروح هكلمكم طبعاً على موقف لعبتنا من النهاردة نسمة فكر في النهائي ومجهولة بمين مهدد بالابتعاد عن النهائي أو الحرمان من المشاركة في النهائي نتيجة حصوله على إنذارات الإحصائية هتكون موجودة معنا هعرفكم موقف الأهلي أو لعابة الأهلي من الإنذارات ومين ممكن يريح في المباراة اللي جاي عشان نحفظ عليه إن شاء الله ويكون جاهز للمباراة النهائية بعد ما نعدي ماتش الترجي عندك فيه بعد طبعاً دور المجموعات بتتلغي أو بتتسفر عداد الإنذارات وبالتالي هنشوف مين من لعابة الأهلي أعتقد ما فيش يمكن غير حمدي فتحي هو اللي عنده إنذارين فقط والمهدد بالغياب عند المباراة النهائية في حالة تجاوز ماتش الترجي فمن الوالد جداً القصة دي تكون في اعتبارات ميستر كولر وهو بيفكر في مباراة الترجي أعتقد كمان في وجوه ممكن تشارك بدلاً من وجوه تحصل على مساحة كافية من الراحة كل دي حسابات هتكون مهمة جداً وفي النهاية القرار الأخير هيكون لميستر مارسل كولر اشتركوا في القناة